السلام عليكم جماعة اليوم رايحين نشاركوا مع بعض تجربة إحدى التلاميذ اللي تواصلت معايا في التعليقات وحبيت نشارك معاكم التجربة انتحها خاصة باش تاخدوا العبر وكذلك تتعلموا من أخطاء التلاميذ الذين سبقوكم باش تتجنبوا الأخطاء انتحهم في البكالوريا رايحين نقرؤ التعليق انتحها مع بعض سلام أستاذة بارك الله وفيك على فيديوهاتك الجميلة التي تبث الأمل فينا وجزاك الله كل خير حبيتك تنصحيني لأني ضايعا وما لقيتش الحل أنا العام اللي فات كان عندي باك وكنت متفوقة في القسم وكنت نجيب معدلات ممتازة 17 وأحيانا حتى 18 يعني ما شاء الله كانت الميدة متفوقة ولكن المشكل أني كنت نتعب على حسب اللي فهمت بزاف وما كنتش أو ما كانش عندي وقت للراحة وللأسف نهار الباكك يعطاتني الأستاذة الموضوع كنت عارفة الإجابات تاع جميع الأسئلة لكن من شدة التعب ما قدرتش نكتب وبقيت بلوكي والله ما قدرت نكتب والو وبكيت الأساتي دا قالوا لي خلاص ما تخافيش قرية قرآن وتكلي على ربي لكن ما قدرتش نكتب بلوكيت للأسف جبت الباكك بمعدل 11 وهذا العام راح نعاود الباكك وراني خايفة يصرى لي نفس المشكل أعطيني حل رجاء بعض التلاميذ يكونوا متفوقين خلال السنة الدراسية ولكن في الباكك تشوف أنه المستوى انتحهم طاح بزاف فبعض التلاميذ يقولوا أنه ممكن هذا ومشي هذا هو المستوى انتحهم الحقيقي بلك الأستاذة دا كانوا يقوم في النقاط كل واحد وشي يقول كلام ولكن أفغيديق هذه ظاهرة موجودة فعلا بعض التلاميذ كانوا متفوقين خلال السنة الدراسية وفي الباكالوريا صرى لهم نفس المشكلة لماذا؟ لأنه أحيانا الخوف الزائد من الباكالوريا ومن الامتحان هو اللي يخليك ما تخدمش الاستخاس كذلك هذه أمر كذلك يعني يأثر سلبا على التلميذ وكذلك كثرة الضروش وكثرة المراجع لهذا أنا أغلب التلاميذ نقول لهم ما تكتروش المراجع على أنفسكم يعني مثلا أنا واحدة تلاميذ مؤخرة نتواصلوا معايا قالوا لي بالليحنا مثلا فقط في مدى التاريخ والجغرافية شرينا ثلاثة ولا ربعة على الكتب من مختلف الأساتيدة المشهورين ورانا نحفظه من جميع الكتب فهذا الشي رح يأثر عليكم سلبا علاش لأنه أحيانا كثرة المراجع وكثرة المصادر تع المعلومات ما رايحاش تخليك تستوعب المعلومة ورح يقشغل تدير لك كومي بيخ تيغباسيون داكوغ في لا مي مواغن تاعك لهذا نصيحتي لكم أولا ما تكثروش المراجع مرجع واحد في كل مدى هذه أول حاجة تاني حاجة لازم تعتمد على الملخصات الشخصية تاعك حتى وإن شريت كتب تاع تاريخ تاع إسلاميات تاع ملخصات لكن دائما اعتمدوا على الملخصات الشخصية تاعكم انتوما لأنه إذا رجعت ملخصك الشخصي اللي كتبته بيدك وبأسلوبك منأكد لك باللي ما راحش تنساه حتى إذا كنت متوتر ولا تخيسي ولا باليكي تانت حاجة نصيحة مني ليكم أنه ما تتعبوش بزاف كيفاش ما نتعبش بزاف وأنا عندي بك سيد خيس سامل أنك تدير un program durant toute l'année ما تخليش الدروس تتراكم عليك حتى للنهاية مثلا حتى يجي الفصل التاني حتى يبدو اختبارات الفصل التاني عادة باش تبدأ سراجع لا هذي طريقة خاطئة اللي حبي ينقص على روحها الخدمة يدير un program شاك سومان تراجع كل شي مشي حتى يقربوا الاختبارات وتبدأ سراجع كيقربوا الاختبارات فقط تكون تراجع ما شفته سابقا يعني مشي عادة تبدأ تراجع وتبدأ تلخص هذي أهم حاجة أنك تنقص على نفسك الخدمة قدر المستطاع ما تخليش الدروس تتراكم عليك حتى الآخر دقيقة خاصة كيقرب الباك لمازال ما بدوش ننصحكم بدو الآن لأنه مع اقتراب الباكالوريا راح الدروس تتراكم وما رايحينش تقدرو تريكوبيغيو كل شي فبهاد الطريقة رايحين تلقاوا نفسكم ورايحين كذلك تتجنبوا هاد الستخاص وهاد الابانيك وأهم حاجة هي الراحة يعني قراء شوية هذي حاجة أساسية ولكن ما تنساش أنه الجسم انتاعك عنده حق عليك لازم ترتاح لازم شوية تغيبوزي دير مثلا يوم كامل لما تدير فيه والو مثلا في الفاكونس ديروا يوم أو يومين ارتاحوا فيهم أو مثلا حتى إذا تحبوا تراجعوا كل يوم ديروا يعني على الأقل أربع ساعات خمس ساعات للراحة للنوم الجيد للأكل الجيد مثلا ديروا اينا اكتيفيتات تحبوها مثلا اللي تدير سبور ولا اللي تدير الرسم ولا تتفرج تليفيزيون ولا تتفرج يوتيوب ولا أي حاجة المهم يجب أن تفعل اكتيفيتات يعني بشوية ترتاحوا بشوية تخرجوا راسة المكثفة كذلك أحيانا تؤثر على التلميذ سلبا نتمنى نكون جاوبتك حبيبتي ونتمنى كذلك هذا النصائح تاخدوهم بعين الاعتبار وما توقعوش في نفس الخطأ اللي وقعت فيه هذا التلميذ نتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم